موسيقى إذن مشاهدين مازلنا نتابع معكم دخول العربة التي تحمل تمثال رمسيس الثاني والتمثيل الأخرى إلى المنطقة الأمامية لحديقة المتحف المصري حيث يتم تجهيزه لعرضها على الجمهور في مؤتمر صحفي سوف يقوم وزير الآثار دكتور خالد العناني بالكشف عن تفاصيل هذه الملابثات بينما نتابع هذه المشاهد مشاهدين التي تأتيكم مباشرة عبر شاشة قناة أون لايف يعني نستعرض المنطقة التي تم كشف عن التمثال بها وهي منطقة المطرية المنطقة على مساحة 65 فدان هي تابعة لوزارة الأوقاف وكما ذكر الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الأثار فإن عمليات التنقيب عن الأثار ما زالت مستمرة حتى الأساعة لا يعرف متى سوف طبعا تنتهي عمليات التنقيب عن الأثار أيضا ونحن نتابع هذه المشاهد التي تأتيكم على الهواء مباشرة المشاهدين من قناة أون لايف يمكن أن نستعرض أهم التصريحات التي ذكرت في هذا الصدد ممكن أن نبدأها بتصريح لدكتور زهي حواس عالم الأثار العالمي المعروف قال أن موقع الاكتشاف هو أحد المواقع الأثارية المهمة جدا عثر بداخله من قبل على بقايا معابد للملك إخناتون والملك حطمس الثالث والملك رمسيس الثاني هذا طبعا تصريح على لسان دكتور زهي حواس بالحديث عن رمسيس الثاني يعني يشار إليه أنه رمسيس الأكبر كان فرعون مصر الثالث من حكام الأسرة التاسعة عشر ينظر إليه على أنه الفرعون الأكثر شهرة الأقوى طوال عهد الإمبراطورية المصرية حتى أن خلفائه والحكام اللاحقين سموه بالجد الأعظم نظرا لقوته ويعني طبعا قادة من المعروف أنه رمسيس الثاني قادة عدة حاملات عسكرية إلى بلاد الشام وأعادة السيطرة المصرية هذه معلومات نقوم باستعراضها يعني بينما نتابع هذا المشهد مشاهدين أمامكم محاولة إدخال العربة التي تحمل جسم رمسيس الثاني والأثار المصرية الأخرى إلى الساحة الأمامية للمتحف المصري انتظارا لعرضه على الجمهور في مؤتبر صحفي في تمام الساعة الثالثة كما نوهنا وأشرنا من قبل الملك رمسيس الثاني مشاهدين يعني كان قد نصب على عرش البلاد وهو يعني قويل تقول أنه في سن الربيعة عشر أخرى تذكر أنه في الخامسة عشر تم تنصيبه في هذه الفترة من عمره وليا للعهد كان ذلك من قبل والده سيتي الأول يذكر طبعا جدير بالذكر أن هناك تمثال لوالده الأول من ضمن الكشفات التي تم الكشف عنها في هذه المنطقة في منطقة المطرية يعني أيضا يعتقد أنه من أصغر الحكام الذين عهد إليهم فترة حكم مصر أيضا من أطول فترات حكم مصر حيث حكم مصر لفترة سبعة وستين عاما قمنا أيضا بعرض تفاصيل للتغطيات العالمية والدولية الخاصة بهذا الأمر من قبل الصفحات ومن قبل المواقع الإخبارية العالمية مشاهدين المستمرون معكم في هذه اللقطات الحية المباشرة التي تأتيكم عبر أون لايف منذ أمس ونحن نتابع هذا المشهد يعني هذه مشاهد للتاريخ كما ذكرنا مشاهدين منذ انتشال هذه التمثيل من مكان الكشف فيها في المطرية وحتى نقلها ووصولها إلى المطحف المصري فيتم عرضها بشكل مرحلي انتقالي في المطحف المصري قبل انتقالها إلى المطحف الكبير فيه وطبعا فتحه للجمهور في 2018 المستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية دائما فابقوا معنا اشتركوا في القناة 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 هناك هناك اشتركوا في القناة 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 موقعك والإشتركوا في القناة اشتركوا 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 في القناة